السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية استرجاع المبالغ المدفوعة في جوجل بلاي فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي عليكم تسوونها تدخلوها على المتصفة عندكم فإذا كنتوا بالجوال نفس الطريقة تكتبون في المتصفح طلب استرداد المبالغ المدفوعة على جوجل بلاي تدخلوها على أول رابط يظهر معاكم بعدين من هذه الواجهة تروحون هنا على خيار طلب رد الأموال هذه الأيقونة ولكن يا شباب ستتأكدون لكم داخلين على حساب الجميل نفسه اللي سوتوا عملية الشراء منه فهنا تضغطون متابعة بعدين تضغطون تأكيد فرح يظهر عندكم عمليات الشراء اللي سوتوها فتروحون على عملية الشراء اللي حابين تسترجعون مبلغها فأنا عندي هذه العملية الآن نضغط متابعة بعدين هنا تحطون سبب الارجاع رح سجل له اشتريت المنتج عن طريق الخطأ تضغطون متابعة وهنا تسجلون وصف للمشكلة فهتكتبون وش المشكلة اللي حصلت معكم لو تلاحظون الآن رح سجل هذا السبب بعد كي نضغط طلب رد الأموال والآن يا شباب لو تلاحظون تم إرسال طلب الاسترداد الأموال وراح يوصلكم رد خلال أربع أيام إن شاء الله فإذا تم الموافقة عليه رح يتم إرجاع المبلغ على حسابكم البنكي فهذه كانت طريقة بكل اختصال لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة